يا عبد الصمد ما كنتش متخيل ان هعيش لليوم اللي يشوفك فيه وانت صغير يا عبد الصمد بهير؟ بهير؟ في حاجة؟ ما اسفك يلا بينا مونجور بابا اهلا مونجور شديد سبا سبا الحمد لله بابا اعيز اعرفك على بهير اهلا بهير ازاي؟ استريح انتوا شوية على مخلص الميتي رزيز قالوا شبه صور مصابت بعد بقى معرفك على بابا اعيز اخدك معرفك على جدو جدو؟ تتعرفي جدو؟ انت مش فهم انا بحبه ازاي؟ جدو ده جامد بس جامد ايه؟ بس هيروح الزمالة فعلا ولا ايه الموضوع ده؟ يعني ايه يا مونبي الكلام اللي بتقوله ده؟ معقولة العالم كله بيتقدم واحنا واقفين مكاننا التكنولوجيا بتتطور يوم بعد يوم اكتر انتوا عارفين الاسبوع اللي فات لما كنت في ألمانيا نزلوا تليفونات جديدة بزراير ده متثبت بتليفونا بزراير ده لو شاف البلاك بيري حايمون ايه البلاك بيري دي؟ ده شكل الاندروير بتاعنا في الخمسينات في الستينات اخدنا نفس الموديل بس عملنا له فتحة في السبعينات غيرنا الاستيك باستيك جديد ياخد ويدي معاك دلوقتي ما عندناش اي تصور جديد للشكل المستقبلي للاندروير معقولة يكون عندي ثلاثة من اكبر الديزاينرز في البلد مش عارفين يعملولي تصور لاندروير جديد؟ انا عندي فكرة هتخليكو تجروا تلاتين سنة لقدام جولي لعبدك يا عبلاي لا يتكبر يا عبلاي انا يا صبع غضانفر يا عبدالسود يا مهر الزيادى ها مصارع الاسود طب اسمعني اذا يا ملاعب القرود هقطعك حتة وارميك للبعود وان كنت امبي انا حرس الحدود حرس حدود؟ حرس حدود ايه؟ هلون ده كان عذكاري في الجيش ولا هي قبل ما يجي انا؟ اسمعي يا عمار يا زياد وانت يا قصد يا ضب يا حاجة الحكم بينكم هيكون ما هو عب رافو ايه الجمال ده؟ الف 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 مبروك يا بو ثمرة انا بقى هشهرك انا بقى هشهرك انا بقى هشهرك وهو ما بديك على ثلاث تفلق بجد والله اساسي؟ بس هتاخد مني كامي عم الحلوة اللي تشوفه رايس ان شاء الله حت تاخد ميت جنيه هو ده الشغل يا سمير الف مبروك مبروك يا حبيبي شوفو انا بقى 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 هتتبذبت المادام كوك عشان جذب يتقمس يا استيز يا استيز انا ممكن اقباس حدتك عادي لا الا دي دي مستحيلة باسا ليه ان شاء الله انت فاكيني يعني معرفش عبوس عرفك انا عرف عبوس كويس جدا حتى اسأل اي حد في الستاديو وريحي نفسك لو السماء تربقت عا الارض انا مش عبوسك ايه مايغرقش شكلي كده على فكر انا ممكن حتى اقصاش ولا ولا انت مش حبك شكلي من اساسه يا ستي انت جمدك استغفر الله العظيم يا رب شوفي هتغلطيني وبتخلينا اقول ايه يعني انت عشان خلاص ادوك الفيلم وتنجمت خلاص يا ستي مش مسألة اتنجمت واددوني الفيلم الموضوع اكبر من كده بكتير يا انيسة سميرة انيسة برضك اسأل اي حد في الستاديو استاديو طب قتلها دي واخش النار ولا اعمل ايه الحمدلله على السلامة ايه ده؟ ايه ده حصل؟ احنا عملنا له غسيل مادة اكيد كنت بتحاول تنتحك ده حب ده ولا ايه؟ لا لا مش موضوع حب لا ده بس الرجل بتاع العصير اللي كنا عنده زي ما تقول يعني لا اكيد ده حب يا ستي مش حب ولا حاجة ده بس يعني المنجل اللي شربها زي ما تقولي بايزة فيها لا اكيد ده حب بس هي لو كان بتحبك حقيقي كان لازم هي كمان تشرب السمت بتتقابله في الجنة نفسي يا شهير اشوفك عايش احلى قصة حب رومانسية مع واحدة تكتبلك شعر وانت كمان تكتب لها شعر انا رايي انك تسيبك منها وتركز وشغلك انتو بتشتغلوا ايه؟ اه اكيد انت السواق بتاعه لا 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 مش السواق بتاعه لا بس عصل بدلة شباهها شوية لا اه انا طيار وانا شاعر ايه؟ شاعر؟ اه اه طيب انا لازم استأذن في مريض لازم اروح له لازم اتزل عنداليب الحقنة عنداليب؟ عاب حليب علي هلا في المستشفى؟ لا عنداليب لصمر عابد الحليب حافظ؟ طيب استأذنك ليش تديدي الورقة دي؟ طبعا عن اذنك طيب معلش استأذنك يعني معلش تاخدي الورقة دي كمان مني؟ اه ده عنوان مستنكي بكرة بالميلة؟ ايه لت العدم وستفالة دي؟ لا لا ده احنا عاملين حافلة كده عندي في البيت والشلة كلها جاية وشهير جاي ويعني مستنيينك ها؟ يبقى اكيد هاجي طيب بعد اذنك فضل ده ايه ملك الرحمة دي؟ ملك الرحمة تصدق قفلتني منها في ثانية؟ ايه رأيك يا بهيربي؟ قلتلك يا بابا ده غير عادي عبكاري انا مش بني قدم زينا شايف يا بابا شكلوا منور ازاي؟ لا وصفوتهم زادب بنفسهم اختراع مذهل يا بهيربي شوف يا بهيربي انا عايز اقول لحضرتك حاجة في ناس بتهتم بالمظهر الخارجي وفي ناس تانية بتهتم بالجوهر الداخلي احنا بقى هنهتم باللي بينهم مذهش بديع فكرة هيلة بجدد حتى يا بابا لو واحد عايز ينزل للبحر ممكن يلع البانتالون ويدزل على طول لا دي عافينا دي سيبت منهار جلست والخوف بعينيها تتأمل في نجالي المطلوب قالت يا ولدي لا تحزن فالحب عليك هو المكتوب من فضلك بعتيلي الولد اللي كتب الكلام ده حاضر بس انت انقصت حياتي انت اريح فد استنى شوية انت دي في ايه ولا في ايه انا اسف اسف جدا 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 اسف حصل حاجة ايه ده ده ايه العسل وكمان بتعكسها يا رحمة ولد انت مش عارب تتكلم مينو لايه هو اي عين مكنة حاجة امسك فيها يقول انت مش عارب تتكلم مين يعني هتطلع مين يا حلاتك انا منير بالخطير يا حيوان بشرفي شوف بشرفي لبيتك في الحاجز اللي لادي وانتي بقى حبيتك عندي ملادي اه بجد فضلي ايه ده ده العنوان بتاعي عامل بكرة في البيت حفلة كده ومستنيكي بقى اه خريج بقى ايه كابتن كابتن نعم ايه هي في الا رقم اتناشر ولا تلاتاشر وايه الفضل اللي انتو فيه ده هي القوتوبيسات عندكم على طول فاضية كده فاضية فاضية ايه يا باهير القوتوبيسات زحمت جدا النهاردة دي زحمة دي البلد كلها بقت زحمة انت عارف انا سمعت ان بعد تلاتين سنة هنقبع عشرة مليون في القاهرة عشرة مليون في القاهرة انا عايز اقولك احنا بعد تلاتين سنة هنبقى عشرة مليون في الاوتوبيس معاك بطاقة يا استاذ انت انت يا اخينا انت انت مش عارف انت بتكلمين ده 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 ممكن اسخطك ارد دلوقتي انا فارميلي فارميلي بص ايدك ما توديناش في ده يا حضرتك انا معيش بطاقة بس انا معي الباسبور بس ينفع اورهولك على جنب ليه بس مش هينفع اورهولك قدامها ايه هو يا اخي اللي مش عايش تورره قدامها ايه ده يا شاتر فاكرني مغفل دارب لي بسبور بتاريخ ميلاد لسه مجاش ايه ده فعلا بصوري بجد ما اخدتش بالي خالص بف علي بف بجد طب اقولك سانية واحدة بص تعال نصلحها انا تقريبا كم سنة دلوقتي بص نخلي التمانية دي نخليها نشتقبها خالص نخليها خمسة والستة دي نخليها نخليها خمسة برضه انا بحب الخمسة ها بقول نخليها ستة ها؟ الله يا عمداليب انا مش بسد ان انا قد قدام حضرتك يعني اسأل انيسة شهيرة كنت لسه بقول لها عبدالحليم حافظ الله يرحمه قيمة فنية لن تعود اه قصدي ربنا يقومهولنا بالسلامة الله يسلمك يا سيدي اه عجبني اول كلام اللي انت بعدته لي يا ريت لو تكملي بقيت القصيدة اه اوي اوي طبعا اه 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 فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرصود من يدخل حجرتها من يطلب يدها من يدن من صور حديقتها من حاول فك دفائرها من حاول فك دفائرها يا ولدي مفكود مفكود انا هكون صريح معاك بصراحة الكلام مش قد كده متهزر دعم وهنا مقدرش اغني الكلام زي ده ده ما تقولش كده عشان هتغنيه في الاخر ويبقى شكلك وحش قوي قدامه اسمعني انا عايز اغني حاجة حزينة ده حزينتي يا رب حتبصها بحالي من الاخر انا عايز اعملك كلام جديد الحان جديدة شكل جديد دعاية جديدة فكك مجول قديم ان انت عايش في ده اذا كان كده انا معنديش مانع خلاص شوف انت ايه الجديد وانا معاك سيب دي نفسك انت بقى انا هزبط لك الليلة دي ليه؟ لاني معايا اربعة جيجا اغنيه نعم اه قصدي في شوية اغنيه انا مسجلهم على الترانزيستور بتاعي بش اسمعك اه اسمع دي اهه انا لو احكي عليه انا هوصف ايه وده كل ما فيه ولا في الاحلام مدهش كمل اه يا سلام 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 مش اه تيبك دي ها استمع شوفت انا اه اخد دي أه يا ناري يا ناري ناري يا ناري يا ناري سيبولي انا عملتش حاجة انا عملتش حاجة طريقة الفنجان ايه وقوس الله ايه اللي عايزني انا غنيه يا مجنون لازمي مرضو ضغف يا عمداليم يا رب يا رب سامحني يا رب يا رب انا ممكن انتش اعرف النبوية يا رب والنبي سامحني يا رب وبعدين يا رب يعني حتى لو عارف النبوية ما عاين ايه ادب لازم يضرب ما هو ماشي عاجز في نسوان الناس وديهم يا رب خش يا مطالب خش انا عملت ايه بس؟ طب انا عايز اخش الحمام دلوقتي بقى اخش فيه الزايدة خش يا مطالب خش تعتقدر على ايه اللي عديد الاجرام؟ انا عدد عليه ايه بس؟ ده وقت مني سبع عداني شهير؟ بهير؟ بهير؟ شهير انت بتعمليه هنا؟ انا يا ابني اتربية تربية فتك نص عمرك مامي بقى تختم في صباعي انت مش فهم شهير مامي وهي صغيرة جمدة بس انا مامي وهي صغيرة قفلتني من مامي وهي كبيرة اصلا بقولك ايه؟ بتعرف حاجة عن هوات سمير؟ انا هنا اهو ايه الصوت ده؟ انا هنا اهو انت مين يا عم انت؟ انا سمير يا اخوك يا ابن سمير انت اشتغلت الصف راجي ولا ايه؟ انا ما اتدفق ايدي على ابو يا شهير اه تعال الحميد تعال تعال يا عم انت انا ماليش دعو بالكلام ده انتو تخرجوني من هنا دلوقتي حالا انا عندي فكرة جمدود انا هكيني مش انحن تاني يا ابني تعال عشان ما حدش يسمعنا صايع هبل صايع هبل ازاي؟ وديت عملت في مليون فيلم عربي قديم قبل كده يبني اي حاجة قديمة بالنسبالك بالنسبالهم جديدة لنك افتح يا حصول انا عندي مدعس مدهش مدهش جدا مدهش خالص وش يبوك يا مدهوبة مدهش انا ازوك انا ازوك